كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن عزم الوفد العراقي المشارك بأعمال القمة العربية الأمريكية طرح ملفات وصفها بالمهمة تتلخص بمكافحة داعش والفكر المتطرف وقال عضو اللجنة عباس البياتي إن العراق سيطلب في قمة الرياض تعاونا عربيا وإقليميا وعالميا لاقتلاع جذور الإرهاب إضافة إلى تشجيع على إعمار المناطق التي دمرها تنظيم داعش والعمليات العسكرية يشار إلى أن الرياضة وتحت شعار الحزم يجمعنا ستستضيف ثلاث قمم عربية وإسلامية وأمريكية بمشاركة الرئيس دونالد ترامب